تكون يعني الطبيعي أنه مصر وغينيا هما اللي ياخدوا بتقاطي تأهل لأمم أفريقية لكن في النهاية بصوا غينيا وصل فين لعيبة بتلعب في الدولة فرنسا لعيبة بتلعب في الدولة الأسبانية لعيبة بتلعب في الدولة الإنجليزية ونجوم بدأتش تقول عليهم نجوم العادة إيه يعني بس نسنة نبي كايتا اللي بيعب مع صالح في ليفر بول فيش حد يعني يعني من نجوم الكرة الأفريقية اللي مكسرة الدنيا بر آه بيلعبوا في دوليات كبيرة ويلعبوا في ألناية محترمة ومحترفين في سن صغير ودي طبعا بتفرق بشكل كبير جدا في ثقة اللعيب وشخصية اللعيب جوه الملعب لكن في النهاية ما فيهاش نجوم أفزاز يعني ما فيهاش صلاح ما فيهاش مانيه ما فيهاش كايتا ما فيهاش محرز ما فيهاش زياش ما فيهاش حد من نجوم الكرة التليلة في أفريقيا ومع ذلك فيه شخصية عند المنتخب فيه كرة بيقدمها المنتخب الغيني وده اللي بنفتقد الحقيقة فيه مباراة بتتلعب على أرضنا وفي وسط جمهورنا نتمنى إن شاء الله أنه يعني أنا مش بحاسب إيهاب جلال وقلت ما تنتظروش إيهاب جلال لا يتحمل فطورة المرحلة الأولى من توليه مسؤولية منتخب مصر لكن اللي بطالب بيه إن كان ليه أن أنا طالب كابتن إيهاب جلال نيابة عن جمهور الكرة في مصر شوية مغامرة وشوية مجسفة معظم الناس اللي عارف إيهاب جلال كمدير فني أو لعبة ضد إيهاب جلال أو حللت قدرات إيهاب جلال عارفة إن واحد من المديرين الفنيين القلائل في مصر اللي عندهم كرة وعندهم فكر عندهم قدرة إنه يحط بصمته على الفريق اللي هو بيدربه بس اللي بقوله له إن منتخب مصر يهم الميت مليون منتخب مصر مش نادي مهما كانت شعبيته ولا جمهاريته منتخب مصر رصيد كبير جدا من البطولات منتخب مصر مهم جدا إنه يلعب كرة تليق بحجم الإمكانيات وبحجم التاريخ وبحجم القدرات وإحنا حطينا الثقة فيك وقلنا بارك الله وفيما رزق وإيهاب جلال هتولى المسئولية وكلنا هدعمه مستنيين نشوف ترجمة لده على الأقل مش بطلب منك إنه ده يحصل في المطشين اللي جايين سواء إثيوبيا أو كوريا الجنوبية لكن بطلب منك إنك أنت تحاول تعمل النقلة اللي كتير من المديرين الفنيين كانوا وطنيين كانوا أجانب ما قدروش يعملوا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة